مرة تانية المسيح بمر في منطقة عادة محرمة على اليهود اللي هي منطقة السامريين وكان فيه عداء تاريخي بين السامريين وبين اليهود والمسيح كإنسان جلس عند بئر سخار كان جعان وكان عطشان وكان تعبان كإنسان فجاءت مرأة في الظهيرة طبعا وعادة النساء بيجوا الصبح أو عند المغيب لكن مثل ما بنعرف أن هذه المرأة كان عندها مشاكل فجاءت هذه المرأة وقال لها يسوع أعطيني الأشرب طبعا المسافر عادة كل يهود بيحمل وعاء بحوزته لأنه فيه لازم يمر على الطريق فيه مسافات معينة وين فيه بير مي أو نبع مي ولازم يشرب من الطاصي أو الوعاء اللي موجود عادة هذا الوعاء من نحاس أو من فخار طبعا معوش هذا الوعاء لأنه التلميذ راحوا على القرية حتى يشتروا طعام فبالنسبة للعادات اليهود ممنوع أي إنسان محرم على يهود أنه يشرب في أي آنية أو أي وعاء شخص سامري لأنه حتى السامرية قالت لأن اليهود لا يعاملون السامريين بعدين المسيح أخذها في جولة أخرى روحية لو كنت تعلمين عطية الله كان أنت اللي طلبت أنه يعطيك مائل الحياة طبعا مجانا فلاحظ أنه محرم على اليهود أنه يشرب من هذا الوعاء خلينا أحكي لك شيء كان أحيانا في بعض المتطرفين اليهود كان يصلوا اللهم أشكرك إنك خلقتني رجل لست امرأة يهودي ولست أممي ولا سامري كان السامري يعتبر مرادف لكلمة شيطان تصور التعصب الدين اللي كان موجود في تلك الأيام هؤلاء الكفرة هؤلاء الزنادق هؤلاء الذين لا يعبدون الله يعني بيختلفوا عنا فتخايل أن يسوع يمر في أرض السامريين ويطلب يشرب من وعاء السامري والأصعب من هذا يعني بحسب التقليد اليهودي بيعلم بيقول من الأفضل أن تحرق كلمات النموس من أن تعطى لامرأة فكم بالحري لامرأة سامرية جاء المسيح وتعامل مع هذه المرأة إذ أبدأ احتياج للشرب وهذا المرأة كان عندها مشاكل كان عندها خمس أزواج والسادس اللي عايش معاه بالحرام فعندما علمت أن يسوع نبي وأنه شخص عظيم واستنتجت واكتشفت اللي بيحكي معاه بيحكي معاه هو المسيح يعني المخلص تركت الجرة وراحت للسامرة وخبرتهم عن المسيح مخلص العالم فإذن المسيح لم يتنجس بوجوده مع هذه المرأة وللأسف اليوم في كتير مجتمعات إذا مرأة بتمر بجنب رجل بيصلي بيتنجس وكأنه الصلاة أبطلت ولما بتقرأ العهد الجديد تعليم المسيح على عزته على الجبل ولما بيتكلم عن هذا التقوس والشرائع أنه يعني أبطلت في يسوع المسيح فبيتكلم عن شريعة مكتوبة في نموس مكتوب في الزهن وفي القلب شريعة روحية اللي بتغير الإنسان تغييرا جذريا في الحياة والكيان اشتركوا في القناة